حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أزمة بين المسلمين في فرنسا هو أحدث مثال على أن سياسي الوسط في أوروبا أصبحوا يتوددون لليمين المتطرف هكذا وصفت مجلة فورين بوليس الأمريكية الأمر بعد تصريحات ماكرون التي أساء فيها إلى الإسلام والمسلمين ماكرون الذي يواجه منافسة قوية من زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة مارين لوبان يلوحوا التشدد ضد المسلمين في ظل بيئة سياسية شعبوية على حساب الأقلية المسلمة الفرنسية المحاصرة بالفعل بسياسات حكومات باريس العنصرية غير أن خطورة الأمر لا تقف عند ماكرون وتصريحاته بحسب المجلة الأمريكية فكثير من السياسيين البارزين في الاتحاد الأوروبي بمن فيهم أولئك الملتزمون بالقيم الديمقراطية الليبرالية لم يعودوا يترددون في إلقاء اللوم في المشكلات المجتمعية على مسلم أوروبا من أجل الحصول على المزيد من الأصوات ما يكشف عن صعود لأفكار اليمين المتطرف في أوساط المجتمعات الأوروبية ولعل من المفارقات التي لفتت إليها فورين بوليسي أن ماكرون فشل في إدراك أن المبدأ الأساسي للفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا وحياد الدولة تجاه الدين يمنعه في الواقع من الانخراط في من خرط فيه من خطاب ديني ينسف تلك القيم التي يدعيها وغيره من سياسي أوروبا على الجانب الآخر فقد غابت ردود الفعل الرسمية في العالم الإسلامي على تصريحات ماكرون باستثناء الرئاسة التركية التي أكدت أن محاولة ماكرون جعل الإسلام والمسلمين كبش فداء لأخطائه ومغامراته الفاشلة يعد نوعا من خسوف العقل واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم وبحسب محللين فإن أبلغ رد على إساءة ماكرون للإسلام هو ما جاء على لسان الرهينة الفرنسية المحررة التي استقبلها بنفسه في المطار بعد أسر دام أربع سنوات في مالي إذ أعلنت إسلامها ليصبح ماكرون نفسه في أزمة وليس الإسلام كما زعم كاذبة